ألا ترى بأن جماعة الحوثي دخلت في مرحلة مختلفة بعد ضربها لتل أبيب تحديدا ليس بعد الضربة الإسرائيلية وردة الفعل لا أبدا ولكن هذه تل أبيب هي التي ضربت وقتل إسرائيلي وعشر جرحوا جماعة الحوثي تقوم بعمليات هائلة في نقطة مهمة للغاية من المياه الإقليمية نقطة تجارية كبيرة للغاية وكذلك أن هناك تقاريرا واضحة عن أن روسيا ترغب في الدخول إلى اليمن من خلال تسليح جماعة الحوثي لتنفيذ المزيد من هذه الهجمات وبالتالي أن يكون لديها نفوذ في تلك المنطقة ألا ترى العوامل التي تأتي باتجاه جماعة الحوثي ستجعل الولايات المتحدة بريطانيا إسرائيل أن تكون مضطرة للتعامل ليس فقط على المستوى الدفاعي مع هذه الجماعة وإنما ستضطر لإضعاف الجماعة بشكل كبير في الفترة القادمة كما فعلوا مثلا مع العراق بحصار بضغط كبير للغاية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في عام 2003 وإن كان هناك اختلافا كبيرا في طبيعة التضاريس وطبيعة المقاتلين ألا ترى أن الأمور اختلفت مع جماعة الحوثي الآن؟ تفضل باختصار جماعة الحوثي كما قلت ليس لديهم أي شيء يخسروه أستاذ أحمد هم عندهم الجبل والسلاح الولايات المتحدة ستحاول أن تضرب الموانئ لتضمن عدم وصول أي تعزيزات أو أي أسلحة أو أي تكنولوجيا من روسيا أو الصين أو إيران إلى الحوثيين عملية الضرب الحوثي كما ذكرت في المقابلة السابعة قلت أن أكثر شيء سيضربون هذه المناطق ولكنهم لن ينالوا منهم في صعدة وفي شمال اليمن مهما كانت بايرات بيفيشتو أو غيرها يعني لذلك العملية الضرب إسرائيل أيضا كما ذكرت في بداية كلامك هي عملية أولا إعلامية لكسب وتهييج الرأي العام العربي هكذا هم يفكرون الحوثيين وأيضا لهم عندهم مسألة التفاخر أنه ضربنا إسرائيل من أجل أيضا التأثير الاقتصادي على التجارة العالمية سواء الذاهبة إلى ميناء إيلات أو الخارجة من ميناء إيلات أو كل العالم في إسرائيل هل ستدافع الدول عن مصالحها في إسرائيل؟ من هي الدول؟ نعم الناتو، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا سيكون هؤلاء من بين الذين يدافعون عن الوجود الإسرائيلي والمصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية في المنطقة وسيقبل الحوثي في النهاية إذا ما ترك له المجال وإذا ما تدخلت السعودية من أجل عملية تهدئة الموقف على الأقل في قادم الأيام من أجل عدم تعرضها إلى جنون يمني اشتركوا في القناة